بدأ موسم 1922-1923 والاتحاد المصري لكرة القدم مسيطر على كل المسابقات في مصر بدأ نشاطه موسم 1921-1922 بتنظيم مسابقة كاس التفوق لكرة القدم على كاس الأمير فاروق وتم ضم بطولة كاس السلطان حسين إلى مسابقاته وقرر تنظيم بطولة جديدة بطولة للدور العام زي بطولات الدور في أوروبا لكن اتحاد الكرة استضم بأهم عائق منعه من استكمال الفكرة إيه هو العائق ده؟ إن وسائل المواصلات في الوقت ده ما كانتش مريحة زي النهاردة ما فيش غير القطر وبياخد وقت طويل قوي في السفر بين المحافظات ده غير التكلفة اللي حتتكلفها الأندية اللي يدوب بتغطي مصرفها وهي بتلعب في بلادها في الوقت ده كان الجيش الإنجليزي عمل بطولة بين الأسلحة التابعة ليه وكان نظامها إن أسلحة كل منطقة من مناطق معسكراته يعملوا بينهم مسابقة يعني معسكرات منطقة القناة يطلع منها بطل ومعسكرات منطقة القاهرة يطلع منها بطل وهكذا وبطل كل منطقة يلعب مع أبطال المناطق التانية عشان يحددوا بطل الجيش الإنجليزي خلاص تاهد والإناها ننظم البطولة على نفس شكل البطولة اللي عملها الجيش الإنجليزي وتم تقسيم مصر الخمس مناطق القاهرة والسكندرية والوجه البحري والقناة والسعيد وكان نظام البطولة بنفس الشكل تلعب أندية كل منطقة دوري خاص بيها وبعدين يتقابل أبطال المناطق في النهاية لتحديد بطل الدوري المصري في آخر كل موسم وسميها بطولة المناطق الدورية الفكرة تنفذت بشكل جزء يعني بدأت كل منطقة تنظم بطولتها وبدأت مناطق القاهرة والسكندرية والقناة تلعب بطولة المنطقة تبعها في الوقت ده سنة 1922 ما كانش فيه عدد من أندية السعيد وبحري يسمح بتنظيم بطولة مناطق في السعيد والوجه البحري فبدأت البطولة بثلاث مناطق بس لكن ما تمش تنفيذ باقي الفكرة وأبطال مناطق القاهرة والسكندرية والقنال ما لعبوش مع بعض لتحديد بطل الدوري وفضلت بطولات المناطق بتقام بنفس الشكل لحد ما توقفت والتحدي الكرة قرر تنظيم شكل بديل للتنافس بين المناطق بدأ عام 1924 فتم تنظيم بطولة باسم كاس الملك فؤاد للمناطق على أساس أنه يتم تشكيل منتخب من أندية كل منطقة ويلعبه مع بعض واستمرت البطولة يمكن لحد سنة 52 وأهدى الأمير عمر توسن درع لمنطقة القاهرة يفوز بيها بطل دوري المنطقة وأصبح اسم البطولة بطولة الألعاب الدورية لمنطقة القاهرة لنيل درع الأمير عمر توسن عنوان طويل قوي وبدأت بطولة كاس السلطان حسين لأول مرة تحت إشراف وتنظيم للتحاد المصري لكرة القدم